السلام عليكم ورجعاتكم فيديو جديد وإن شاء الله هذا السبوع بتكلم لكم عن سلسلة جديدة اللي هي تحت المجهر تحت المجهر هي بتكلم فيها عن منتجات المشهورة مرة في السوق اللي ضاربة في السوق اللي دائما يشوف إعلاناتها وأنتم تسألوني عنها بشكل دائم إنه راني مش راكم به المنتج هذا وش الشيء زين فيه وشنون وش وضعه فحبيت إنه يمكن حط لكم فوكس على منتج معين وأتكلم لكم عنه فاليوم إن شاء الله بتكلم عن منتج اللي هو غسول القريب فروت من نيتروجينا اللي تكلمت عنها الاسبوع اللي فات في سلسلة الاستعداد لتجهيز وحضور مناسبة ومهمة فخلينا نشوف أول شي بالنسبة لهذا المنتج أنا بالنسبة لك دائم أشوف أن يناعقه كنت متخوفة زين ما زين لكن أنا بشرتي فيها أوي تطلع حبوب فيها بشكل كبير أوكي يعني أنتم بتعرفون هذا شيء دائما أنا بشرتي طلع حبوب مو أي شيء أقدر أسوي فيها فكنت خايفة مرة أني أستخدمها لكن قلت يلا نيتروجينة معروفة وهم يعني متميزين باللي هو الأشياء اللي تنظف البشرة من الحبوب أو ماخذين هذا الاتجاه فقلت خلينا جربة بما أنه موجه للبنات بشرتهم عادية لكنها تطلع حبوب ليش؟ لأنه عندهم نوع ثاني للبنات اللي بشرتهم جدا دهنية اللي هو لون أصفر فقلت لأ خلينا أخذ هذا اللي هو البينك بالجريفروت اللي ميز هذا الغسول أكثر شيء أنه أول شيء في فيتامين سي فهذا الشي رح يعطيك نظارة مع الاستخدام لأنه معروفة في فيتامين سي لو أنت يجميلك عصير ليمون أو شيء تخلطينه مع كريمات رح تلاحظين أنه يعطي النظارة أكثر هذا شيء معروف من زمان الشيء الثاني أنه فعلا فعلا لقيت شيء نظف الحبوب للبنات بشرتهم عادية لأن غالبية الأشخاص إذا يبون شيء يشيل الحبوب يكون موجه البشرة الدهنية جدا فيعني تحسين بشرتك مرة جافة جفاف مو بطبيعي لكن هذا لا هذا يعطيك اللي هو التنظيف الممتاز يعالج الحبوب إذا كانت بشرتك عادية أما لو كانت بشرتك جدا دهنية خذي النوع اللي يجيك أصفر هذا لا هذا بشرة عادية لكن تطلع حبوب مثلا من سترس أنا عندي سترس كثير وضغوطات كثير فأضطر أني أستخدمها لأن أنا من النوع إذا صار عندي ضغط كثير تطلع حبوب بالإضافة إلى مشاكل ثاني يطلع الحبوب أستخدمها مرتين في اليوم ينظفي بشكل حلو يعالج للحبوب أو يحافظ ما رح أقولك أنه يعني ما طلعك ولا حبة لكن أكيد أنه مرة مرة يساعد في هذا الموضوع أتمنى يكون الفيديو عجبكم أتمنى تكونوا استفدتوا إذا حبتوا هذا الفيديو لا تنسون لايك، فايفورت، شير، وسبسكرايب وإذا فعلا يمكن حابين تدعموني لا تنسون تنشرونا في الواتساب أو يمكن شاركوا في أحد قاعد يسألكم عن هذا المنتج طبعا بكم ترقونا أو وين تقنوا ترقونا أو بكم رح ترقون هذا الكلام كله في بلاغ أو مدونة السنمجربة هي السنمجربة.net وأشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني ترجمة نانسي قنقر